موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم في مستجدات الأحداث نتوقف في هذه الحلقة عند تبعات قيام الميليشيا الحوثية بسك عملة نقدية من فئة مئة ريال وردود الفعل المتوقعة من قبل البنك المركزي في فرعه الرئيسي بالعاصمة الموقتة عدن وأراء الخبراء في هذه الخطوة وإذا ما كانت تشي بخطوات أخرى تعتزم الميليشيا القيام بها خلال المراحل المقبلة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني مع توسع حالة الانقسام النقدي والاقتصادي في البلاد ضيفي في هذه الحلقة أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة إقليم سبا الدكتور عبد المدهش ضيفنا الكريم مرحبا بك مرحبا شكرا لمشاهد قناة سهيل أهلا ومرحبا بك يا دكتور وسعدا بتوجدك معنا لمناقشة هذا الموضوع المهم والمستجد لكن قبل ذلك نشاهد التقرير متابعين الكرام نشاهد هذا التقرير ونعود لنبدأ النقاش تصعيد خطير وغير قانوني ومرفوض هكذا وصف البنك المركزي ليمني الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيا إيران الإرهابية عبر سك عملة معدنية فئة مئة ريال وطرحها للتداول بدلا من العملة القانونية الخطوة الميليشاوية وفقا لتوصيف البنك المركزي لا تأخذ بالاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين البنك المركزي حذر كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني مؤكدا احتفاظه بالحق القانوني لاتخاذ الإجراءات لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية الخطوة الميليشاوية تعمق الانقسام وتهدف لتعزيز السيطرة والتغيير التدريجي للهوية المالية للجمهورية وإيجاد نمط جديد من التعاطي المجتمعي والمالي تحضر معه صورة الميليشيا مع كل تعامل ووفق اقتصاديين فإن الآثر الكارثية الكامنة خلف الخطوة والخطئة الحوثية تتجاوز مسألة صك العملة لتلقي بظلالها على هوية الدولة خصوصا عند الاخذ بالاعتبار الخطوات التي يمكن أن تذهب نحوها الميليشيا إن تم تمرير مثل هكذا خطوة قاتلة وبنظرة سريعة على واقع الدول التي استقوت فيها ميليشيا ايران فإن تهاو اقتصادها جاء متدرجا ثم متسارعا عبر اتباع خطوة الشيطان ليصل الحال ببعضها حد طباعة عملات من فئات المليون وتلك حال حذر منها اليمنيون حين أقدم الحوثيون على استهداف العملة والاقتصاد ومنعوا تدول العملة القانونية في مناطق سيطرتهم وكان بإمكان الشرعية يومها اتخاذ إجراءات حاسمة تفشل مخططاتهم لكن تمرير خطوات الميليشيا بالأمس شجعها على خطوات جديدة اليوم وبدون إيقافها اليوم ستتجرأ على المزيد في الغد مرة أخرى نرحب بكم مشاهدين الكرام في مستجدات الأحداث ونشكر زملاء على أعدادهم هذا تقرير وأجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد المدهش أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة إقليمي سبا ضيفي الكريم أهلا بك مرة أخرى وبداية كيف تتابع وتقرأ كخبير ومحلل ومتابع اقتصادي ما قامت به الميليشيا من سك عملة نقدية من فئة مئة ريال بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الميليشيا الحوثية التي قامت بالسك السك أو عملة معدنية طبعا هنا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا قامت بالسك العملة المعدنية ولم تقوم بطبع عملة ورقية بدل التالفة كما تشير طبعا هنا يأتي أنه أولا الميليشيا الحوثية عندما تطبع عملة ورقية هي أصلا غير معطرف بها قانونا كدولة بالتالي لا يتم التعامل مع هذه العملة في مؤسسات الدولية أو غيرها لأنها غير دولة غيرها مشروعية وغير مقبولة للتداول هذا واحد الأمر الثاني هي لقاءت إلى إصدار تسكن العملة بشكل معدني هذه الشكل معدني هو يعبر عن فك لمادات العملة الورقية يعني فئات الخمسة المئة فئات الألف ريال هي تحتاج إلى أجزاء أو فكة للتعامل بالأشياء الصغيرة لماذا اخترت المئة ريال فئات المئة؟ هو اخترت فئات المئة ريال ربما هي بحاجة إليها لإجراء التعاملات البسيطة بتداول بين الناس المواصلات بشكل أساسي وغيره من فكة أو قيمة لهذه العملة لأنها متداولة بشكل كبير متداولة بشكل كبير وقابلة دائما للتلاف والإطلاف وهي الجزء الأساسي الذي أطلف وبالتالي لم يكن لديها كمية من إجراء التعامل للأقسام الأجزاء البسيطة من الأجزاء العملة أي اللي يسميها الفكة الفكة هي الأجزاء البسيطة للعملة الأساسية بس هل هذا أيضا يعبر عن أنه هذه العملة ستتدهور أكثر باعتبار أنه كان بالإمكان مثلا سك خمسين أو عشرين ريال وهذا دليل على حالة ووضع البلاد لأن الناس يقولون أن اليوم المئة ريال لم تعد ذات قيمة كبيرة كما كانت في السابق وبالتالي جعلت وكأنها مثل ما كنا زمان بعشر ريال أو خمسة ريال أو حتى خمسين ريال هو أسكل عمدنا العملة هي قرية أبطأ ما في قيمتها يعني الآن ما فيش العشرين ريال ما تجيب لكش حاجة حتى حبة شوكولاتة أو خمسين ريال حتى حبة روغاني يجيب لك أيوة قرية لحد الأدنى هي المئة الريال الذي للمواصلات وحبة شوكولاتة وإلى آخره لحد الأدنى للتعامل وللمعاملة ولذلك هو ركز بحالة الإشكالية الذي هنا حق المواصلات وحق بعض الأشياء الفكة التي هي الآن تلفت والذي هي محتاجة الأساسية هنا جاء إيش اللي يطرح هذه العملة الفكة اللي هي الأورقة المعدنية طيب هذه اللقاء المعدنية طبعا هي عبارة عن فكة أو جزاء العملة الأساسية ليست أهمية كبيرة وليست معروض كبير حتى يمكن تؤثر في عضا النقود طيب دكتور أنت قلت بأنه لم يقم بطباعتها ورقيا لأنه لم تقبل في المؤسسات الدولية أو البنوك وغير ذلك هل هذه النقدية المعدنية المئة ريالة التي قام بسكها مقبولة في البنوك يعني سكيم تداولها في البنوك أولا يجب المواطن أن يفهم أن هذه عملة معدنية وعملة هذه المعملية هي فكة للأجزاء الأساسية للعملة هذا واحد إثنين هذه العملة أي عملة يجب أن تكون مقبولة غير قابلة للتلاف قادرة للحمل قابلة للتداول هذه العملة النقدية المعدنية هي لو تستلم مليون ريال أنت بتحتاج إلى عشرة ألف قطعة مليون ريال العشرة ألف القطعة إذا فرضنا أنه وازن القطعة المعدنية الواحدة المئة ريال بساوي خمسة جرام بيكون عندك المليون الريال وزنه بساوي خمسة جرام يعني أنت عندما تستلم مليون تحتاج لك لحمل تبعك يحمل لك هذه الأوراق أو هذه المعادن وهذه العملة والتالي هنا لن يتم التعامل معها ولم يتم السرقها في البنوك يعني هي فقط مقابل فكة لحال إشكالية معينة محرودة البنوك لن تتعامل معها بشكل كبير سوف يفرض عليها فرض في تمريرها لحال إشكالية معينة لكن أنه يتم أخذها أو قبولها أو التعامل معها هذه لا أعتقد هل هذه تعتبر قانونية يعني حتى وإن كانت نقدا أو عبارة عن معدن هل تعتبر قانونية أو مسموح التعامل بها أو كيف ينظر لها قانونا لأن الجهة التي قامت بسكها هي جهة غير معترف بها وجهة تمثل انقلابا وفي ظل وجود حكومة شرعية طبعا العملة أو النقد وقه من أوقوه الدولة وقانوتها يستمد من قيمة ماذا الدولة مشروعية الدولة مشروعية الدولة عندنا على الحوثية دولة غير مشروعية غير ما أعترف بها والتالي هي غير قانونية النقود وحدة النقد مثلا الريال اللي هي أي نحدة النقود ينظمها قانون ينظم قانون جهاز مصرفي يعني يتعامل معها هي نقد بحضة النقد قانون نظمها جهاز مصرفي هذه كلها ثلاثة الأشكال تسكل النظام النقدية في أي دولة من بلد والتالي هنا هذه العملة هي لن نتعامل مع جهاز مصرفي بشكل أساسي وغير قانونية وبالتالي هي ستظل محصورة في هذه المناطق فارض محصورة وفق توجهات حوثية لا تريد التعامل مع الشرعية أو فئة 300 أو 200 ريال حق الشرعية وهي بسيطة لن تكلفها كثيرا فهذه كلفتها كثيرا ولن يتم التعامل معها بحق حقمها ووزنها كبير غير معقول المفضل الذي شرع غير عقلاني في التعامل مع هذه الواقع العقلاني كانت تقول قبل المية والماتين حقاعدا لا تكلفك ولعرضها قليل لن تؤثر في عرض النقود طيب لماذا تقوم الميليشيا باتخاذ هذه الخطوة هو هنا السؤال المهم جدا لماذا لا يتقوم ببساطة الإقراعات وغير مكلفة وقابة للبعامل وبنك عدن هو مستعد لاستقبل التالف لاستقبل التالف لأنه هو الشرعي وهو المسؤول على العملة حقه الذي يصدرها سواء كان في صنعه أو كان في عدن هو المسؤول حقه هو دين علو على البنك الذي يصدر على العملة بالتالي هنا الحوثية هو الأساس السؤال الذي يطلح هو الأساس الحوثية هي متجهة نحو الانفصال الحوثية هي تفكيرها نحو الانفصال رحو التدمير الشرعية رحو تدمير بنوية المجتمع رحو تقطيع المجتمع رحو فصل المجتمع هو هنا هنا الاتجاه الحوثية هي نحو التشطير نحو التقطيع كيف دكتور يعني أنت تقول بأنه هذا الأمر خطير وربما بل من المعروف بأن الميليشيا تذهب نحو اتجاه بناء اقتصاد يعني مستقل بها بعيدا عن مفهوم الجمهورية الواحدة والموحدة كيف ذلك نعم هي هي رائحة كما قلنا كانت الأمر عندها بوسيط كان ممكن تقبل العملة في أهل المياه والمائة الحقار الشرعية لكن هذا كان سيعني بالنسبة للمواطنين الذين عبتهم خلال السنوات الماضية في مناطق سيطرتها سيعني اعترافا بهذه العملة وخضوعا من قبل هذه الميليشيا لبنك عدن الذي لطالما وصفته بأنه بنك غير شرعي وبأنه ليس أساسي وبأنه يطبع عمولات مزورة وحاربت هذه العمولات على مدى السنوات الماضية هي تعرف أن هذا البنك هو الشرعي هي تعرف أن هذه الدولة العقومة الشرعية هي المقبولة دوليا لكن هي تبرد هذا الكلام للمواطنين بالتالي هي شرعت في اتجاه طبع هذا العملة المئة ريال لصق العملة هو كمقدمة لقس النبض مدى قبول أو عدم قبول مدى تمرير هذه الحالة ثم تتطور الحالة إلى أن تطبع عملة جديدة ورقية لأنها ماشية في اتجاه الانقسام في اتجاه تقسيم الدولة وانفصال الدولة بتكوين الدولة السلالية خاصة بها واتبقوا هذا معروف من محافظتها على الحدود وقيشها على الحدود للمحافظة على نصف اليمن أو قزم اليمن هي ترمي إلى أنه لن تقود الدولة كاملة وإنما نصف دولة طيب البعض من المواطنين الذين نشروا وهم متواجدون في تلك المناطق يقولون نحن نعاني من هذه العملة المائة الريال التالفة طويلا وبالتالي هذا يمثل حل بالنسبة لنا وإنقاذ للوضع الذي نعيشه نتيجة أن هذه العملة أصبحت يعني عفنة وأحيانا سبب أمراض وحساسية وتداولها غير يعني مستساغ بالنسبة للكثيرين لكنهم مضطرون وبالتالي هذا يمثل حل بالنسبة لهم هو بالنسبة حل مفروض الحل هو حل للموليشيات والحل هو حل للقوة وحل صوتة الأمر الواقع وإلا كان هناك حلول أخرى وإلا كان هناك حلول أخرى عندك المائة الريال والمائة الريال التي حقا عادا هي عملة مطبوعة وتتم التعامل بها بدل العملة الثقيلة التي لا يمكن أن تمر أو تتم التعامل وعها بسهولة هي أفضل من هذه العملة المدنية لكن هو صوتة الأمر الواقع تغفرط على مواطنها طيب لم يكن مثلا اتجاه الميليشيات لهذا الخيار سيمثل تخفيفا من حدة التضخم الموجود في مناطق المحررة في مناطق الحكومة الشرعية وبالتالي مساعدتها على امتصاص جانب من هذه النقود المنتشرة اليوم وخاصة فيها المائتين ريال والمائة ريال لا حلاقة أنا أقصد أنه لو كانت راحة مثل هذه الأموال أو هذه الفئات إلى مناطق سيطرة الميليشية كانت ستعمل على تحسن سعر الصرف في المناطق المحررة باعتبار أنه جزء من العملة سيضاء بلا هناك ويعني سيقل للتضخم هو بدون شك هي هنا هنا الحوثية هنا هنا في حرب اقتصادية هو تفكيرها برغم أن العمر بسيط قد ينسل عليها أنها قبل بس تفكر أنه لو قبلت هذه العملة الفئة المية أو المائة الريال الشرعية أنها سوف تخفف من وطأة التضخم ومن وطأة الأسعار ومن قبل الحكومة الشرعية برغم أنه بيكون تأثيرها بسيط لأنها فئة المية وفئة المية هي محدودة لأن الكمية التي طبعت كثيرة هي فئة الألف الريال طيب دكتور عبدو وهذا هو الذي لا تريد الميليشيا وهي لا تريد لهذه الحكومة أن تنجح ولا تريد الاعتراف بها ولا تريد الاعتراف بمشروعية ما تقوم به وخلال السنوات الماضية عملت على تشويه كل ما يأتي من هذه الحكومة ومصادرة الأموال وتخريقها وعملت كارثة بالنسبة لليميين طيب دكتور على مدى السنوات الماضية وهذه الميليشيا تقول للمواطنين المتواجدين تحت سيطرتها بأن البنك المركزي لم يعد عندنا وبتالي نحن لا نستطيع أن ندفع لكم رواتب اليوم كيف تقوم هذه الميليشيا بصك عملة وتخرج عبر بنك وتقول للمواطنين بأن لديها بنك الحوثية تتعامل مع المواطن بأنه بدون عقل وبدون فكر وليس إنسان لأن الشرعية عندما سحبت البنك هل قابت باخرة ولا قواطر ولا حملت العملة وسحبتهم إلى عدن هذا السؤال يمجح المواطن الذي يتكب أن يخاطئ بأي شيء الحوثي هو العملية كان عندنا أربعة مليار ونص تقريبا احتياطي دولار أنتهى في ظل سيطرة الحكم الحوثي كان الذي كان في تمرير روبي لو في هذا اهتقاه كان في حين يعني خللنا الشرعية كانت غافلة طبعا هذه الفترة تم ضياع كل الاحتياطي في هذا فالشرعية والدولة إنه العملة والباكباركزي جزء من هوية الدولة وقيمة الدولة في يكون تابعة الدولة فعمل عملية التحويل شفرة فقط إلى عدن كان باقي حوالي 600 مليون دولار في الخارج التحوّث إلى باكبارك أما الأموال الكبيرة والمكدسة والذهاب وغير ومن العملات هي موجودة في باكباركزي في صدعة وبالتالي البنك المكدسي عندما سحب فقط 100 شهرة وأما الأموال هي عندهم لم تجيبها ولم تجيبها قاطرات للتحميل الأملة الصعبة إذا الميليشية تتعامل مع المواطن تحت سيطرتها باستخفاف بأنه لا يدرك باحتقار باستخفاف تعامل معاملة باستخفاف باستخفاف طيب طيب دكتورة اليوم يعني اليوم ونحن نتابع كثير من الناشطين بدأوا يقولون بأنه بعد إعلان البنك المركزي غير الشرعي في صنعه إعلان بأنه سيستقبل التالف من هذه العملة مئات ريال سيتم استبدالها بعملات معدنية ذهب الكثيرون إلى البوابات أو إلى البنوك التي أعلنت عنها الميليشيا بأنها ستحول هذه العملة التالفة وتستبدلها ورفضت استقبال هذه العملة التالفة كثير منها لأنه قالت تريد رقم تسلسلي واضح بالنسبة لهذه العملة وفي الجهتين كيف تقرأ هذا الأمر؟ ميليشيات تكذب على المواطن ميليشيات تستخاف بالمواطن ميليشيات تنتهد على المواطن والله أعلنت وقالت أنه هذه العملة تالفة وأنه ستنزل العملة لتبديل العملة التالفة وواضح كيف كيف أصبحت سورتها فهي تالفة اسمها التالفة وهي تقول إنها تالفة ولن تصدر عملة جديدة إن فقط هي التالفة التي انتهت وقالت عندما يأتي المواطن تقول له الرقم غير مطابق أو غير واضح مش عارفة هي هكذا هذه الميليشيات تخلق المبردات لنهب المواطن إيش الهدف الآن امتهان المواطن طيب الآن هل تريد أن تفرض عليه بأن يقوم هو بإطلافها ورميها وبالتالي لا تتحمل هي مسألة استبدالها ولا تخسر حتى يعني قيمة هذا الاستبدال بعد كل هذا الإعلان وهذه الضجة إنها تطلح عملة صعبة بدل التالفة وهيئ المواطن لهذا التجاه في الوقت الذي يجئ المواطن فإذا تخلق قيود أمام الاستبدال هذه الميليشيات تحتقر وتمتهن المواطن إذن هذه الميليشيات تمتهن وتحتقر المواطن لا يبدأ لها تفسير آخر عبد المدهش أستاذ الاقتصاد المشارك في جماعة قليم السبع سنواصل الحوار بعد هذا الفاصل مستمرون معكم مشاهدين في مستجدات الأحداث وحديثنا في هذه الحلقة حول تطورات الوضع الاقتصادي وكذلك إعلان الميليشيا الحوثية سك عملة من فئة مئة ريال العملة نقدية جديدة ضيفي في هذه الحلقة دكتور عبد المدهش الأستاذ المشارك أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة قليم السبع مرحبا بك ضيفي من جديد إذن تحدثنا عن جوانب تتعلق بهذه العملة وكيف أن الميليشيا لجأت إلى سكها رغم أنه كان بالإمكان أن تذهب باتجاه بنك عدن المركزي وهنا كثير من المحاولين الإقصاديين والخبراء والذين أن هذا الأمر سيؤدي إلى انقسام كامل كما ذكرت أنت ضيفي الكريم دكتور عبدو سيؤدي إلى انقسام اقتصادي كامل وواضح وأن الميليشيا تعمل على مسألة الانفصال في كثير من الجوانب ومن ضمنها الجانب الاقتصادي الآن ما المفترض على بنك عدن أو البنك المركزي الرئيسي في عدن أن يقوم به طبعا عندما نأتي إلى البنك المركزي في العالم هو بنك مستقل يعني مستقل عن الحكومة أو عن المالية له سلطة سيادية له سلطة سيادية مستقلة حتى يحافظ على قيمة النقود باستقار النقود لأنه كان تابع للمالية المالية لها نفقات يعني تزيد الإنفاق وتزيد التضخم في العملة من هذا المنظور كان بالإمكان الحوثية بالتنسيق مع كبنكين يعني كبنك والفرع طبعا هيئة مستقلة لأن صفتهم صفة مستقلة بشكل أساسي كانوا يعملون بشكل صفة مستقلة لعملة تنظيم النقود وعلن تنظيم الجهاز المصرفي والمحافظة على استقار الاقتصادي بدل البحث عن أدوات وإقراءات ومقابل وإقراءات ومن ثم يؤدي إلى زيارة معاناة الاقتصاد ومعاناة المواطن كان يمكن الإقراء لهذا اتجاه طبعا البنك المركزي في عدن بحكم قدراته المحدودة نتكلم عنده ممكنات أو آليات أو أدوات ضاقطة على الحوثية هذه غير موجودة لدي لأن الآن النفط منقطع عندك الغاز منقطع عنده أدوات العملة الصعبة التي قادر تحكم فيها أو ديرها يعني فيها شيء من العملة الصعبة والبنك هو إدارة إدارة المواد المالية بشكل أساسي ليس هو حالة عجاز ممكن يعني يعمل لك شيء يعني من السحر أو لانتعاش الإقصار أو إقصار هو يتعامل مع حالة وقعية ويحاول أن يدير الأمور ليحقق أكبر قدر ممكن من الاستقار أو المحافظة على العملة الإشكالية هنا تأتي إلى كيف يتم الاتجاه نحو الوحدة الوطنية لكن هذا الأمر يصبح مثالي كأنه هناك توجه من قبل هذه الميليشيا بشكل صارخ وواضح وعدم استجابة لأي آراء تتعلق بحماية هذا البلد وحماية اقتصاده الذي أصبح اقتصادا يعني يعيش اهتزازات كبيرة وصعب يعني بضع غير لا يسر صديق ولا حبيب هي متجهة إلى هذا الاتجاه تكفيف منابع الدخل نعم تكفيف منابع الدخل يعني تخفيض القدرة الشرائية وتخفيض القدرة الانتاجية وتخفيض الطلاب وإن كماشا الاقتصاد ما يهمها هنا وهي باتجاه هذا الأمر تأخذ موارد لا تريد انفاقها إلى الاقتصاد لا تريد حقا هو إلى الاقتصاد تعيده يخرج ولا يعيد يعني يخفض صح وإلا لا يخفض الدخل يعني يعني يعيد الدخل لا يعيده والتالي هنا يقفف منابع الدخل ويعمل على عملية ركود يعني ركود اقتصادي تسريح العمل تسريح العمل التجاري بهذا اتجاه إلى أن الوضع اقتصادي في صنعه أصبح سيء والناس بدأوا يشكر بشكل كبير لا يشكر الناس توقفت رشاطها توقفت عمالها توقفت دخولها توقفت قوة شراءها كل هذا يسير في اتجاه الانكماشي اقتصادي يأخذ الدخل ولا يحقن الدخل وهو يتجاه باتجاه لا يهمه يعمل عوائق في القطاع القاس عوائق في الحلود المعاناة الشرعية لمنع انتقال السلع وإلى آخره هو يقطع السلع ويقطع الاقتصاد ويذهب بهذا اتجاه خلق المعاناة حتى أنه عندما طلب عندما اعتدى على تصدير النفط هو الغراض الاساسي هو بهذا اتجاه هو قال يريد 80% من العملة الصعبة ما قال يريد ايرادات هو منع تحضير النط ثم يشترط يريد 80% من الارادة النط وبالعملة الصعبة لماذا هو متجه للانفصال ومتجه لبحث عن غطاء العملة الذي سوف يمكن أن نصدرها هو ماشي في هذا اتجاه تقطيع الاقتصاد وقطع الموارد الاقتصادية وهذه الموارد الاقتصادية اي فكر من أفكار او اي قوة او اي جماعة تفكر بالفيدريالية والفيدرالية والمصولية والدولة القاروية هو تبشر في تقزيم الاقتصاد وتقزيم الدولة وتقزيم وعدم القدرة على الاستقال الاقتصادي او الاقتصادي لأنه ظعيف دولة ضعيفة او اقتصاد ضعيف غير قابل اتخاذ القار كم تتوقع دكتور حجم هذه الكمية التي نزلت إلى السوق من العملة 100 ريال أنا طبعا أقدرها بحسب الحاجة إليهم هم كما أعلنوا أنها التالفة وهم يريدون أن يستبلوا إقراء العمليات التبادل هذه للقضايا التي بالنقل وغيرها في الممارسات لا أستطيع أن أعطيها رقمان لكن لن يكون كبيرا هل تعتقد أن الميليشيا ستتجه في المستقبل إلى مسألة طباعة بديلة عن 500 و1000 ريال لأن أيضا هي تتلف هذه هي العملة الورقية يتلف جزء كبير منها ونحن نعرف أنها الآن المتبقية في السوق بحجم كبير خاصة فيها 1000 ريال هو قلنا أن الحوثية هي ماشية في اتجاه الانفصال في اتجاه قرامة دولة سلالية خاصة به وصلك هذه العملة هي محاولة لتجليب كل الإقراءات التي تعملها في هذا الاتجاه حتى تطرد القطاع الخاص الغير السلالي ويستبداله بقطاع خاص السلالي هي ماشية بهذا الاتجاه ومن ضمنها هذه هي الطبعة العملة وهي تفكر في بناء دولة خاصة باستة استرالية طيب اسمح لي أن نشرك معي الأستاذ وفيق صالح الصحفي والمحلل الاقتصادي ضيفي الكريم مرحبا بك ما الرد المطلوب برأيك ومن وجهة نظر اقتصادية من البنك المركزي الرئيسي في عدن؟ المطلوب الآن من البنك المركزي في عدن أن يقوم بإقراءات تمنع أو تكبل ميليشيا الهوثي عن أي اكتخاذ قرارات مستقبلية تخص السياسة النقدية للبلد ولكن هذا لن يأتي والبنك المركزي دون دعم حقيقي من قبل الرئاسة والحكومة والتحالف العربي لا بد أولا على البنك المركزي في عدن أن يكون لديه إمكانيات وأدوات كبيرة وأيضا يعمل على تنمية مصادره المستدامة من النقد الأجنبي وتكوين احتياط كبير من النقد الأجنبي حتى يكون لديها الإمكانيات الكبيرة للتدخل في سوق الصرف ولإخضاع القطاع البنكي والقطاع النصرفي ووقف الحبث الحوثي بحق السياسة النقدية في البلد طبعا المطلوب لبنك المركزي اليمني في عدن يحتاج الآن إلى تفعيل كافة صادراته من النقد الأجنبي يحتاج إلى مشاندة دولية يحتاج إلى مشاندة من قبل المملكة العربية السعودية يحتاج إلى مشاندة من قبل الرئاسة والحكومة يحتاج إلى مساندة من قبل السلطات الأمنية في المحافظات المحررة والسلطات التنفيذية حتى يسيطر على السلاسة النقدية والانشطاء المالية والمصرفية في البلد وأيضا يحتاج إلى خطط استراتيجية جديدة بحيث أنها تمنع ميليشياء الحوثي من التفكير مستقبلا بأي مغامرة قد تحدث من هذا القبيل نحو طباعة كمية جديدة من العملة أو ما شابه ذلك لأن هذه مغامرة خطيرة تؤسس لاقتصاد مستقل بذاتها على المحافظات المحررة تعطي الشرعية لميليشياء الحوثي في التصرف والعبث بالمؤسسات الاتصادية كما تشاء على الرغم أنها غير محترف بها دوليا ومع هذا تحاول أن تفرض أمر واقع لأنها لم تجد إقراءات رادعة حقيقية من قبل التحالق ومن قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن كيف يساهم تنازل الحكومة والبنك المركزي في عدن في تشجيع الميليشيا على الإقدام على خطوات جرية أكثر وماذا يمكن أن تملك هذه الجهات لإيقاف هذه الميليشيا عن مسألة الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعزيز الانقسام في الجانب الاقتصادي في الحقيقة أعتقد أن ما قام به البنك المركزي في صنع مغامرة خطيرة جدا تحدي واضح وصريح وعلني للمجتمع الدولي دولي الحكومة والرئاسة وللبنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا لا يجب أن يغض الطرف مركزي عدن عما يحدث من عبث مستمر من قبل الحوثين للعملة الوطنية البنك المركزي في صنع كيان غير شرعي كيان غير معترف به دوليا ومع هذا يمارس سياسة نقدية ومالية وكأنه بنك مركزي معترف به دوليا وهذا يشكل تحدي واضح وصريح للبنك المركزي في عدن لا بد من إجراءات تضع حدا لهذا العبث الحوثي المستمر بالعملة الوطنية أعتقد أن ما حدث في البداية قبل سنوات عندما غضت الحكومة والشرعية الطر عما يحدث من قبل الحوثيين في حضر الفئات النقدية الجديدة للعملة في مناطق سيطرة هذا أغرى الحوثيين اتخاذ خطوات أكثر خطورة على القطاع المصرفي وعلى العملة الوطنية طبعا في الحقيقة هذه الخطوة والإجراء الخير للحوثيين خطورته تكمن في أنه يؤسس لإقتصاد الحوثي مستقل بشكل كامل على الحكومة الشرعية يؤسس لانفصال اقتصادي الحوثي أود قبل سنوات بإتخاذ إجراءات تمهد لانفصال اقتصادي ومع هذا لا نجد أي إجراءات رادعة من قبل الشرعية لمنع هذا العبث الحوثي بالمؤسسات الاقتصادية وبالاقتصاد اليمني البنك المركزي اليمني في عدن لديه أوراق عديدة دولية كونه يتم التعامل معهم قبل المؤسسات المالية والنقدية الدولية وبإمكانه وقف كل هذا العبث بجرة قلم بمعنى أنه يتخذ إجراءات ينع القطاع البنكي والقطاع المصرفي من التعامل مع الخطوات والإجراءات الحوثية وبالتالي أعتقد أن القطاع البنكي سيضطر أنه يلتزم بقرارة البنك المركزي لأن هذا القطاع لديه تعاملات دولية كبيرة جدا وبالتالي لا يمكن أن يجازف بمصلحته الدولية ويضع لقرارات الميليشية صحيح أن ميليشية الحوثي تستخدم الهراوة الأمنية تستخدم القمضة الأمنية الحديدية لإخضاع القطاع البنكي والقطاع المصرفي لكن أعتقد أن الحكومة هنا مطلوبة بتدخل بشكل كبير جدا لتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي وحمايته من الهراوة الأمنية والضربات الحوثية التي لطالما استخدمها طوال السنين الماضية أخيرا نصد وفيق ما تبعات وعذاقب الانقسام النقدي وكيف يؤثر على بنية النظام الاقتصادي في البلد لو تلاحظ أنه منذ أن حضرت ميليشية الحوثي في أواخر العام 2019 حضرت بشكل نهائي وكل تداول الفئات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج رغم أحجاجها الشديد للسيولة آنذاك حضرتها بشكل كلي هذا أدى إلى تكريس الانقسام النقدي والمصرفي بين المحافظات الخاصة لسيطرة الحدين والمحافظات المحررة وهذا الإجراء خلق تداعيات وصعوباتها إلى لا حصر لها بين معاملات المواطنين والمعاملات التجارية بين القطاع المصرفي أيضا أدى إلى ضرب قيمة الريال اليمني في المحافظات المحررة عبر تكدس السيولة من العمرة المحلية واشرحت النقد الأجنبي أيضا سهل من عملية المضاربة للحوثيين والتلاعب بقيمة الريال اليمني بالطبعة الجديدة كما تشاء عبر شبكاتها المالية الموازية التي تنتشر بكل المحافظات تعمل على سحب العملة الصعبة والنقد الأجنبي إلى مناطق الميليشياء في حين عبر الطبعة الجديدة التي تنهبها من المواطنين والصرافين ثم تقوم بشراء العملة الصعبة وتهربها إلى صنعها وبقية المناطق المجاورة الأمر الآخر أن عملية الانقسام النقدي خلق تداعيات اقتصادية وتداعيات اجتماعية بحيث أنه أدى إلى عزل المناطق المحررة عن مناطق الميليشية الكثير من الأسر اليمنية عجزوا عن إرسال المشاعدات المالية والحوالات النقدية إلى أهالهم وذويهم في المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وهذا أدى إلى عزل اجتماعي بين الأسر اليمنية ناهيك عن الأثر الاقتصادي الكبير ونهب المواطنين في ارتفاع عمولة الحوالات النقدية المحلية بشكل أكثر من 100% هذا نهب واضح ومنظم لحقوق المواطنين اليمنيين عندما ترتفع عمولة الحوالات إلى أكثر من 100% بشكل مخالف لكل المنطق والعرف الاقتصادي السائد دوليا ومحليا وبالتالي كان هذا نوع من العبث نوع من العشوائية نوع من النهب المنظم دون أن يكون هناك تدخل رسمي حقيقي من قبل الحكومة ومن قبل التحالف لوقف هذه المهزلة مهزلة الانقسام النقدي مهزلة ارتفاع عمولة الحوالات النقدية الذي خلقت داعيات كبيرة وأدى إلى تفاق معاناة المواطنين بصورة قياسية صدقني لولا عملية الانقسام النقدي الحاصلة في البلاد لكان وضع المواطنين الآن في مختلف المحافظات أقل وطأه وأشد وأقل ضرر مما هو عليه الآن إلى جانب ما أحدثته الحرب من صعوبات في مختلف مناحي الحياة أيضا عملية انقسام قاقمت هذا الأمر بشكل كبير جدا وعقدت ما تبقى من هامش للعيش في البلاد جزيلا شكر صد وفيق صالح الصحفي والمحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لك أعود إليك ضيفي الكريم البعض يتحدث بأنه كان بالإمكان أن يتم الذهاب نحو المحافظة الإلكترونية نحو الطريقة الإلكترونية التي يمكن أن يتم من خلالها تبادل السلاع وغير ذلك من البيع والشراء عبر هذه المحافظ هو ذهاب إلى هذه الحالة قريما قبل خمس سنوات أو تس سنوات هو ذهاب يفكر في هذه الحالة الطريقة الإلكترونية طبعا الطريقة الإلكترونية هي أي واحد يتعامل إلكترونيا لازم أن يكون عنده دخل يعني أنا معي تاجر أو راتب أو معي حساب في البنك طريقة التعامل الإلكترونية أقوم عملية البيع والشراء أو عملية تداول عملية الديون عن طريقة آلة أو آلة تطبيقات أو تطبيقات أو آلة أو يسحب من حسابي عبر كريدت كبير عبر كريدت نحن كلنا معنا حساب لكنها مشكلة أنه لا يوجد حسابة للمواطن يعني في الأخير يجب أن يقول أنا معي راتب لكن الناس عندهم عندهم مش راتب كيف يتعامل إلكترونيا وهم أصفر ولهذا فشلت هذه الحالة والميليشيا لا تريد أن تعالج هذا الموضوع ليس لديها عينية في هذا الجانب كانت عملت تبحث في هذه الحالة كيف يتعامل إلكترونيا كل واحد لازم أن يكون معاون رصيد نقدي صحيح في الأساس ورصيد نقدي هذا لا يخرج العرض بالتداول العرض النقود وإنما يتم تدعى بطريقة الشيكات بطريقة هذه الأدوات والآلية الإلكترونية تمام؟ وتبقى العرض النقود في البنكة المنوكة التجارية وعلى البنكة المركزية الآن البنك المركزي في عدن خرج ببيان وقال هذه العملة غير قانونية وتعتبر مزورة ونحن نرفضها رفضا قاطعا هل تعتقد أن هناك خطوات أخرى يمكن أن يقوم بها خاصة في القطاع المصرفي هل يمكن أن يضغط في هذا الجانب؟ لأنه كان هناك أيضا خطوة اتخذها خلال الأسابيع الماضية وبعد ذلك تراجع عنها فيما يتعلق بالقطاع المصرفي ومنع كثير من الشركات التي كانت شركات الحوالات مباين صنعاء وعدن شوف البنك المركزي هو بنك البنوك وهو المسؤول عن تنظيم العملة في عدن هو البنك الشرعي هو المسؤول عن إدارة البنوك هو المسؤول عن أموال المودعين في البنوك يعني هو المسؤول والتالي هو المسؤول عن استقرار سعر الصرف إذن له أدواته في مناطق سيطرته فقط إلا في مناطق أموال ينبغي أن يكون له أدواته الرقابية الاتهدف كآليات لعملية رقابة على النقد الرقابة على عدم المضاربة الرقابة على تهريب العملاء الصعبة يجب أن يتخذ ويتبع أدوات وآليات وإقراءات للرقابة ليتمكن من اتخاذ الإقراءات لكن البعض يقول بأنه للأسف الشديد البنك الرئيسي في عدن ليس مستقلا بما يلزم لاتخاذ التدابير والخطوات التي تحمي الاقتصاد وتحمي العملة وتجعله يقوم بتطبيق الآليات التي تضمن حماية هذا الاقتصاد بشكل مناسب يعني تدخل أحيانا ضغوط حكومية وأحيانا ضغوط خارجية من أجل تمرير بعض الأشياء وأحيانا تقديم التنازلات حتى فيما يتعلق بالميليشيا فكيف إذن سيستطيع أن ينفذ هذه الإجراءات وهذه السياسات هو البنك المركزي في عدن يعاني من حالتين حالة الانفلاة الشرعية خلينا نكون واقعيين أخي رشيد الوهن والضعف عدم نقول الشفافية والمستألة والمحاسبة والسلطة ضعيفة وقوة تنفيذية موجودة أخرى يعني في اعتلالات وبالتالي للمشاهد المحاسبة ولا مشاهد الرقابة لغاية 9 سنوات في محافظات الشرعية فيه وهن وفيه ضعف هذا واحدة الأمر الثاني عندك 70% من المصارف ومن البنوك ومن التجارة عند الحوثي هذا ما يجعل المعادلة تكون لصالح الحوثي كما ذكرت العامل الآخر هو العامل الخاري المتدقل في عملية الغسار يعني هو يطلب منه إصلاحات برو اتقال إصلاحات في التجاه الصحيح يتدقل في مسألة معينة يعني مؤسف جدا أن البنك المركزي يتأخذ إقراءات معينة ثم يتراجع عليها يعني هو شبكة موحدة الشبكة موحدة هو الغرضها أنه يراقب حركة النقد وهذا إقراءات عادي وبسيط أنه من حق البنك المركزي أنه يراقب حركة النقود والتعامل النقود وانتقال النقود إذا في خلال فعمة تهريب النقود أو مضاربة من حق أن يتخذ إقراءات معينة لأنه سلطة المسؤولة عن تنظيم العملة وعن استقلال العملة لا بد أن يكون له أدوات وآسانين من خلالها يستطيع أن ينظم عمله وبالتالي عملية التدخل في عمله هي شيء مؤسف عدم استقلاليته أنا أزكي الدكتور المحافظة البنك المحافظة البنك هو من الشخصيات الذكية والنادرة والكفوءة والأمانة والنزيهة يعني كان في المحافظة السابقين وإدارة السابقة كان في خطأ جدا في إدارة النقود هو لأن أستطيع أن نديرها إلى حدين براغب صعوبة ما في عمله صعبة عندك عقز حوالي 5.40% في الموازنة ما في عملك 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 صعبة ما فيش عندك إرادات طبعا أملة وكانت رحهم في عملك صادرات نفطية وأمور صحية وطبعا أملة تريليورات هي كانت السبب الخارج الموجود فيها المحافظة الآن براغب أنه هذه تقفيف العملة الصعبة لا الغاز ولا نفط وإلى آخره وعقز في الموازنة ومع ذلك قدر أن نحافظ أن نحافظ على هذا المستوى من استقار النقود لأن البلد تمر بمرحلة غير طبيعية هل تتوقع بأن الميليشيا تتجه إلى طباعة عملة وإذا ما قامت بطباعتها هل هذا قانوني؟ هل يمكن أن تتجه نحو شركات أجنبية أو خارجية؟ وكيف سيكون تعامل الحكومة في هذا الموقف؟ هو طبعا الحكومة الشرعية سوف تمنع التعامل بالعملة سوى المعدنية حقا من السكوها أو أي طبق أي عملة في المناطق الشرعية إلا في البنوك سوف تمنع البنوك بالتعامل مع هذه العملة والحوثية أنا أتقع في الظرف الحالي لن تفكر لأن حتى عندما قلت عندما طبعت هذه المعدنية هي قالت من أجل التالث هي تقول أن الأطبع حذرة حذرة مع ذلك هي حذرة لأنها لن المجتمع الدولي والمسلس الدولية والتعامل لأنها لن نستطيع في قزيرة واحدة أنت عايش مع أقصد عالمي فلن نتعامل مع هذه العملة لأنها غير شرعية وغير شرعية وغير معترفة بها قانونية بسطة في البنوك وبالتالي ما حتى يتعامل معها وبالتالي هي تفكر في هذا الاتجاه لو في مجال للتعامل لا أصدرت على أطول العملة الفرقية فئة المياه وفئة خمسة الألف ريال بدل المياه لكنها ربما تصعى لانتزاع يعني اعتراب سياسي في المستقبل مع المفاوضات وبعد ذلك سيكون لها هي هذا الاتجاه هي تمشي في هذا الاتجاه تضخيم نفسها صناعة السلحة شعارهم فرض وصاعيات على الآخرين فرض وصاعيات على الشرعية أنه تصدير النفط وتفرض على 80% من عملة الصعبة هي تفكر أنها تكون لها بنك مستقل وستحتاج لغطاء طيب إذن المستقبل مظلم مع هذه الميليشيا ويبدو أننا للأسف شديد يعني في طار هذه الإجراءات الضعيفة من قبل يعني الحكومة والبنك المركزي في عدن يجعل هذه الميليشيا هي التي تقدم وتبدأ بالفعل والآخرون يتفرجون وينتظرون رد الفعل وذلك لا حيل بالتحير شكرا جزيلا دكتور عبدو مدهش أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة إقليم سبع لكل هذه المعلومات التي أثريتنا بها في هذه الحلقة شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة